السلام عليكم ورحمة الله. معكم سمية حلويات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وفي تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معي اليوم. ما شاء الله سنشارك معكم مملحات لفولغون ميلي غاليت. واحد لك عايز تكونوا معمرين بحشوة اللي هي ملحة. كي يجيو رائعين. كي يجيونا مورقين طيبين زيان في موحة القرمشة. يا سلام. آآ بطريقات عجن مورقان بختلفة على العجن. لي آآ صوت معاكم. شوفوا ما شاء الله هني مني غاليت كيفش كي يجيو. يجيو ولا أرواح ما غديش نفوول عليكم. غدي نخليكم مع المقادير. الطريقة ديت تحضير. فورجة ممتعة. في المقادير غدي نحتاجوا 300 جرام ديال الفورس ديكون نوية جيدة آآ مغرب. الثمانيات العشرة جرام. دي الملحة لحسب الضوء. وعندي من بيين مئة وسبعين حتى المئة وثمانين ديال الكريمة السائلة. باش غنجي مع العجن ديالي تتبقى على حسب نوعية اللفع غين. وغدي نحتاجوا 150 جرام ديال الزبتة اللي كتبون فيها نسبة ديال مادة الدهنية ما بين ثمانين حتى الثلاثة وثمانين آآ في المياه. وده باشا الله ندوزه مع طريقة ديال الزجينة. بسم الله نبدو هل بالعجن ديالنا خدي تقصريه وضعت فالق غين غدي نضيف الملحة. وغان جمع العجن ديالي بالكريمة السائلة غنضيفها تدريجيا. احتضج جمع العجن ديالي العجينة ما خاصتش تكون عدنا مرخوفة ما خاصتش تكون عدنا قاسحة. يعني خاصتكون قابطة فراثة. نجمعها العجن ديالي ونتو ما معايا. كان العجن ديالي هذا هو القوام اللي كان حصل عليه العجينة كتكون شدة فراثة. ندخلها للتلاجة تبرد 1-5 ساعة إن شاء الله وندوزون باش نحضروا الزبدة ونشاء الله ندوز باش نحضروا الزبدة ندخل الزبدة غدي نقطعها إلى ثلاثة دي الأجزاء التي تكونوا هما متساويين وغدي نأخذ كل جزء أغنديرهم لساك أليمونتا وغدي ندخلهم الكنجلاتور تقريبا 1-5 دقائق قصر الزبدة تكون عندي باردة إليك تستعملتوا زبدة المارغالين كي تستغنوها لها العملية ندب شوية وانتوما معي من بعد ما كتبرد لي الزبدة مزيدة نقضي الحكاكة باش نحكو ماطيشة وغدي نحكو الزبدة ديالتي تتولي عندي زبدة غبي على فكرة البنات هاد المرحلة تقدروا تديروها حتى كتكونوا كتورقوا في العجين ديالكم وكتغبيوا الزبدة فوق العجين أنا باش نربح الوقت حضرتها من قبل حتى عندي ممدية سوف نحكو الزبدة ديالتنا على هاد شكلنا هاد ندخلها للتلاجة ان شاء الله نخليها تبرد ومن بعد ان شاء الله ندرجو نورقوا العجين ديالنا ومن بعد ما كتبز نص ساعة تكون العجين ديالنا برد ضروري خاص العجينة تكون عندنا باردة هو ممدية أسميه غدي نشكله على شكل حرول ما عندنا باردة ممدية هنا مرحلة مهمة لبنات عطرب الدم حين البال سنقطع الحرول ديالي على 3 ديال الأساء الجزء اللول يكون صغير الجزء الثاني يكون كبر من الجزء اللول الجزء الثالث يكون كبر من الجزء الثاني يعني الجزء اللوسطاني سوف نحاول نشكله ونأخذ الكرة الصغيرة سوف نحاول نبسطها بيدية على شكله دائري بحال كما نديره لمسمني سوف نورقوها رقيقة وانتم معايا وهذا هو السمك الذي نحصل عليه كأن نأخذ الزبدة سوف نحاول نوزعها فوق العجين بالشكل اللي تكون هو متساوي كيف ما قلت لكم يعني حتى تورقوا العجين ديالكم عاد تشدوا الحكاك هذه الماطيشة وتحقوا الزبدة ديالتكم إلا استعملت المارغارين سوف نحاول نبسطها شوية بالسباتين من بعد سوف نبليها بحال كيف ما نديره لمسمني ونحاول نسلحها بالملك على شكل اللي تكون هو طولي هذا غادي نربعها على شكل اللي مسمني ونخليها على جد وبنفس الطريقة ان شاء الله غادي نحضروا العجينة التانية وهنا كيف ماشته معايا وورقت العجين ديالي بنفس الطريقة وضحت واسط الزبدة بسطة شوية بسباتين باش نو غادي نديرو هناخدو العجينة اللولة اللي ربعنا على شكل مسمني غنحطها في الواسط ديال العجين بحال ملي كانو غاون دولو مسمنا وسط مسمنا وغادي نبليهي عليها غيهي ينا سحانة تاليكم ما كتزيروش كتخليو شوية ديال الفراغ باش مليو كانو غاون وورقو العجين ديالنا ما كتخرش لين الزبدة وطريقة رها ساهلة وبنفس الطريقة غادي نمرق العجينة الاخيرة اللي بقت عندي وانتم معايا ومن بعد ما غلّفت العجين ديالي مزيان يعني سويته مزيان باش ما تخرش لين الزبدة سوف ان شاء الله غادي ندوزو باش نورقو العجينة ديالتنا وان شاء الله غادي نديرو توق الاول غايكون توق سامبل على فكرة البنات اللي شتو العجينة عندكم سخول كتدخلو لتلاجة تقريبا واحد من الساعة عاد كتخدموه انا عندي العجينة باردة يعني غادي نحاول نورقها لتوق اللول ان شاء الله وعلى بركة الله غادي نورق العجين ديالي غاستعن بالافاغين ما غاديش نكتر الافاغين غادي نحاول نورقها على شكل اللي تكون هوية طولي وبشوفوا معايا البنات وحالنا ساعة بعديكم مني كتكونوا كتورقو يلا اول مرة غاديتورقوها كتتزطنوها شوية بالمدلك يعني ما كتورقوش على بزر باش ما كتخرش لكم الزبدة ومني كتكونوا يعني كتتلعو بالمدلك شوفوا معايا ويكن خلي واحد كتقري واحد الان سنتيمتر كنرجع ما كنتفعش العجين ديالي باش ما كتفش لي الزبدة من جهة الفوق او لا من جهة التحتية سوفي غادي نعطيها شوية الطول وكان نعطيها شوية العاد سوفي ان شاء الله تكون عدو السمك اللي كنحصل عليه اشنو عدين ديالي نايا باش ما يجيكمش الفيديو الطويل غادي تشوفوا معايا ان شاء الله البليياج تاني غا يكون ديال دوبل غادي ندخل العجين ديالي للتلاجة تقيمون حد نص ساعة ونعودوا نطلاقون شافها ومن بعد ما كتبرت العجينة نص ساعة بتلاجة كنخرجوها وبنفس الطريقة غادي نسلحها على شكل يكون وطولي كنعطوها شوية ديالي العاد تسفي وهنايا شوفوا معايا الطريقة ديال البليياج كنجيب لابغة اللولة كنحطها في الواسط ولابغة تانية هاد مرة كنحطها قبالتها وتنخلي تقريبا واحد نصف سنتيمة باش مليكن بغن نبليوها يعني كتبلييني بسهولة وبوحد الحركة بيديا يعني بلكف ديالي يشوفوا معايا عندي ايدي في الواسط ونحاول نبليها ودائما داكسروا تقول للمفتاح تيكون في ليمن سافي هنا غادي نعلمو باننا ذناليها ربعة ديالي توقض لنا توقض لول سامبل توقتاني سامبل ما شاركتوش معاكم باش ميجيكمش فيديو طويل وتوقتال الدنها يعني او كان علمو بانها ربعة سافي ندخل ان شاء الله تلاجة نصف ساعة ونطلقوه معا البلياج الاخير الخامس غادي يكون سامبل ان شاء الله وهنا ان شاء الله منك تدوز نصف ساعة غادي ندروا لتوق الخامس والاخير غايكون توق سامبل سافي غادي نتاين نورق العجين ديالي بنفس الطريقة على الشكل اللي تكون هو طولي كنعطوها شوية لها وهنايا غادي ندوز ان شاء الله باش نتليوها باش ميجيكم باش الفيديو الطويل يعني شرحة مبسط وواضح سفيك ان ناخد النصف الاول كنجيبه في الوسط وتنغطى ليه بالنصف الثاني ودائما داكساروت اولى المفتاح تيكون عندنا في الجهة الليونية وتيكون هدا هو العجين مورقة كي يجي اكثر من رائع طريقة اللي هي سهلة سفي انا دا بدرتو في الصباح ردي نخلي تلع الشيطة بقوحة تقريبا ساعتين كل ما غانا ان شاء الله هادي غادي ندوزو نصوبو نصوبو بها مملاحات وتشوفو ما شاء الله كيفاش كي يشوفو وانا ان شاء الله من بعد ما كيكبر من العجين تنقطعوه على جوج غادي نصوبو المملاحات على فكرة البنات انا دائما في العجين مورق ديالي قبل ما كنبغي ننشكل مملاحات كنعود نزيد ذا كلوتوق السادس يكون هو سابل كنحصلو على واحدة ورقها اللي كيكون هو رائع انا اعطيتكم هذه النصيحة سفي غادي نورق العجين ديالي على شكل مربع وانتم معايا ومنين كنبسط العجين ديالي اولا كننسلح العجين ديالي هدا هو السمك اللي كنحصلو علي تقريبا واحد ثلاثة ديال الميليمتر كنت تقضو اي مقطعها او المرشم اللي تيكون هو دائري شكلتو ما اللي بغيتو كنت قطعو دوائر انا هنه هي غادي نقطع ستاعدين للدوائر ثلاثة منهم غادي ننخد واحد المرشم باش كنديرو اللاكخام ولا تقضو اي شي مرشم اللي كيكون صغار من هذا اللي قطعتو وغا نحاول اندير فيهم ثلاثة فيهم ثلاثة ندير فيهم تقب في الوسط قيم ممضح لكم في الصورة وانتم معايا وانتم معايا وعلى البنات غادي نصعوا الشكل اللي هو لي فولوفون غا ناخد الماء وشي شي عائلته وان شاء الله ه 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 بيمان وغادي ننصق عليها العجنة الثانية التي يكون فيها داكة تقب في الوسط وخدسنا نسودوها مزيان اللي بنات عالاش باش منها ه ه ه ه ه ه ندخلوها الفران و تكون كتورق لنا يعني ما غديش دواج و ما غديش تحل ضروري من هاد المرحلة سافيت يكون عدو الشكل الاول دير اللي فولوفو و مندوز ان شاء الله تشوفوا معايا الشكل التاني بالنسبة الشكل التاني غدي نصوف ان شاء الله اللي مني قعلت يكونوا مالحين بحشكل تقاري الدواء نغنديرو المالحين قطعت استادي الدوائر بنفس المرشم اللي هو دائري غدي نتاجو الحشوة عندي جونبو فيمي او لديك رومي المدخن معاديك البصلة الخضارية تنقولوا او لبصلة الحريف سوطيتهم مع شوية تزيد لهول والابزار والملح ما كنكتروش اللي انا كنعرفو جونبو مالح هو مباش غدي نعمر لمني ايقالت ديالي ان شاء الله ناخد ملحقة صغيرة من الحشو غدي نحطها في وسط دي الدائرة ما تركتروش ملحقة صغيرة او لملحقة ونص ومن بعد غدي ناخد الماء وشيتها وغدي نحاول نفزق العجينة ديالتي يعني من اللبو على هاتشكل باش لسقوع لها الدائرة التانية سفي كتاخدو العجينة غنحاول نتيريها شوية بيديها ونحاول نحطها كالمدة دائما من النصف الاول وانا كنخرج في النفس وفي نفس الوقت كنسودي العجين ديالي بالاصبع كيف ممتضح لكم الصورة تربيحة كنسوديها مزيان كنحاول مركع لا بيدي اولا كنسطمع لا بيدي مزيان باش كتلسقو مكتحش لنا واني كندخل الفرامو تيكون هاد او الشكل ديالها من بعد غدي نزينها اولا نقشها بالسكين كيف ممتضح لكم الصورة كيف ما كندروا لقار الدغو تيكون هاد او الشكل ديالها اما بالنسبة الشكل الاخير هاد نحتاج هاد المون اللي اللي نغريو لي باش كندروا ديكليبات وباش غنناخد العجين ديالي غنحاول نطلق العجين ديالي اولا نسرح العجين ديالي على شكل مربع وغناخد مرشم اللي تيكون هو مربع هاد المرشم تيكون كبر من هاد العبع اللي عدنا هنا كيف ما ممتضح لكم الصورة هنقطع مربعات ان شاء الله وانتو ما معايا وانبال مقطع مربعات ان شاء الله ما غد يندوز ان شاء الله ما شاعدين عمروهم قتل ناخدو مربع لولو وانحاولو نحطو في الوطس دكشي عليش قتلكم البنات خاص المرشم يكون كبير باش يجينا العبع مقال وتتاخدو ملعقة صغيرة ديالت الحشو وانحطوه في دكتقو بالحفر اللي عدنا في الوسط سافيو دائما بالماء والفشت كنحاول ندهل من العجين ديالي من لوبو وغدين ناخد مربع الاخير وغدين نحطو فوق منو وكنسو ديهم زيان باش ما كيتحل شنينة ضروري ما كتسو ديها البنات باش كيجي مورق اه مزيان سافيو غدين نقلبو تيكون هدو الشكل ليا شوفك باش كيجي كيجي اولا ارواح تيكون هدو ممالحات اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله ان شاء الله ندوزو ان شاء الله غدين ندهنوهم بصفر للبيض وتشفو معي تاتيما هنا عندي بيضة كاملة طرفتها تفصلي هدو مدين صفران لي باش غدين هدو ممالحات ديالي وغدين نرجعهم لتلاجات قريبا محد نص ساعة داع الفران على ميتين درجاتك يسخون مزيان غن نقصو الدرجة الحرارة ما بين مئو سبعين مئو ثماني ندخلو الممالحات ديالي الفران يطيبو نحسبو اليوم تقريبا واحد ثلاثين دقيقة تلا ربعين من بعد ما يطيبو نطلقو ان شاء الله وتشفو معي كيفاش كيجو في طبق التقديم وكيكون هدو الشكل النهائي ديالي المملحات لشاركت معاكم ما شاء الله تبارك الرحمن لي بولوغون جو اكتر من رائعين جو مورقين مزيان وغدين نوحد اللون ليكون لتيكون هو دهبي يشفو معي ما شاء الله هدو كيجونا طيبين مزيان يعني كيجو مقارمشين هدو اللي بولوغون شاء الله أنا عدين عمرهم بحس وقتكم اختلفة للي مني قالت لساوت معاكم حتى هما كيجو ولا ارواع كيجونا مقارمشين مزيان وطيب النوعات كيجونا مورقين دكشي اللي شكت لكم يعني تنقصو الحرارة ما بين مئو سبعين تلا مئو ثمانيكا خلو متابو على خطر خطرهم قد ما طابو ربعات كيجو مقارمشها اما بالنسبة الشكل الاخير وهو مربحة هو جاء ولا ارواع تنقدمهم لكم بصحة وراحة نتمنى تجربوا الوصفة اكيد الى جربتها غدت تعجبكم وتقول لي المعتمدة عندكم الى عجبتكم الوصفة وصلوا لفيديو عدد كتير من لايكات هذا فضلا منكم وليس بالامر اشتركوا في القناة فعلوا اجراءات فستوصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله فلتجوا مع الاصدقاء ديكم باشتعل من فائدات نقدمهم لكم بصحة وراحة تقول لكم بصحة فطركم رمضان مباركة الى اللقاء مع وصفة اقرأ في امن الله بسلام عليكم شكرا